وأن هذا الحق يتعدى حق السرير والعلاقة الحميمية فقط ولكن أقول لك أن جزءا من العلاقة بينكما قد مات فإذا انطفأت في البيوت تحول البيت إلى جحي فالطلاق لا منتصر فيه الطرفان خاسران والأطفال مضحية فعليه أن يتخلى عن جزء من خصوصياته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ناقشنا في الحلقة الماضية مشكلة أسرية قدرية وقلنا أن الحل لا يكمن في يد الرجل وأن الرجل والمرأة يعلمان معا أن الرجل لا يستطيع تغيير أهنه وأنه شرعا يجب عليه أن يبرق بوالدته والمرأة تعلم ذلك ولكن الأزمة من باب أنها تشعر بشيء يزعجها فيجب على الرجل أن يسمعها وقلنا سماعك للزوجة تستفيد منه فائدتين الأول أنها تفرع حمولتها فيخف الحمل عنها والمشكلة الثانية أنك تعرف المشكلة بزواياها حتى تستطيع حلها وحلقة اليوم نناقش مشكلة أرى أن نحلها أو نزع فتيل الأزمة بيد الرجل ألا وهي مشكلة السهر المتكرر وفي كل ليلة مع الأصدقاء هذه المشكلة أولا يجب أن يعلم الرجل أن العلاقة أو أن العلاقات ما قبل الحياة الزوجية وما بعد الحياة الزوجية مختلفة وأن الرجل عندما يقرر أن يبدأ حياة مشتركة مع طرف آخر أو أن يبدأ ببناء أسره فعليه أن يتخلى عن جزء من خصوصياته فيجب أن لا يتبادر إلى ذهن الرجل أن المرأة تطلب أن تتملكه بشكل خاص وأن يقطع الرجل علاقاته مع كل أصدقائه قبل الزواج كل ما في المسألة أنها تطلب منك أن تبقى بجانبها لفترة أكثر وهذا من حقها فكلام المرأة هنا عاطفي وربما الإسلوب وهكذا نحن البشر أحيانا يكون الكلام عاطفيا ولكن بلغة عصبيا فيجب علينا نحن الرجال أن نتفهم هذه المسألة وإن استمر الرجل بعلاقاته وبسهراته خارج المنزل مع توقف المرأة عن التذمر والشكوى والفتفضة فأقول أن هذا لا يعني انتصارك ولا يعني أنك قد فرضت عليها نمطا خاصا من الحياة وأجبرتها عليه ولكن أقول لك أن جزءا من العلاقة بينكما قد مهدت ويقول الشاعر ويبقى الود ما بقي العتاب وكل ما نسعى إليه خلال هذه الحلقات أن تبقى شمعة الحب متقدة فإذا انطفأت في البيوت تحول البيت إلى جحيل وهذا ما لا نرغب فيه كما يجب أن نعلم نحن الرجال ونحن الإناث أن للمرأة حق علينا وأن لنا حقا على المرأة وأن هذا الحق يتعدى حق السرير والعلاقة الحميمية فقط فليس من حق المرأة أن تتملك زوجها بالكلية وليس من حق الرجل أن يجعل زوجته كأثاث المنزد كالتلفاز والكنبة وأن تكون العلاقة بين الطرفين فقط أثناء الحاجة فهذا الخطأ خطأ جسيم فحل هذه الأزمة ونزع فتيلها بيدنا وكل ما نرغب فيه أن تقل حالات الطلاق في مجتمعنا فالطلاق لا منتصر فيه الطرفان خاسران والأطفال هم الضحية وفي نهاية حلقتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى بيوتنا متقدة بشمعة الحب وأن يبعد عنا وعنكم الخصام والمشاكل الزوجية وأن يهيئ لنا ولكم بيوتا تملأها المودة والمحبة والله على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته